التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وذلك في إطار تفعيل وتعزيز مصارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي أصفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة